اشتركوا في القناة وانهاء هذه الميليشيات وخروج العراق من تحت مظلة حكم الميليشيات وإيران وهذه الحكومات الخائبة والعملية السياسية هذه التي بكل مخرجاتها أدت إلى ضياع العراق وإلى هلاك العراقيين وإلى تدمير بلدهم وسرقته والفساد الذي يعمى والخراب الذي تغول في كل المفاصل في ظل هذا الحديث يأتي حديث آخر جديد لما يسمى برئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفيض لكي يرد به أو يتحدى به من الشعب كله وحتى الأصوات في الخارج قليمياً ودولياً التي تنادي بإنهاء دور الميليشيات في العراق إنهاء الميليشيات في العراق ليرد عليها بهذه الطريقة طبعاً بصوت إيراني وصوت واضح ما هو المقصود منه يقول لا يمكن لأي دولة هكذا يتحدث بسبب الدولة يعني هم يقولون أن الحجد الشعبي هو مجرد مؤسسة أمنية ضمن مؤسسات الدولة وتحت أمرت القائد العام القوات المسلحة يعني تحت أمرت رئيس الوزراء الذي هو القادة العام القوات المسلحة هو مصطفى الكاظم الآن لكن في نفس الوقت تتصرفونه كأنهم هم الدولة وأن الدولة بيدهم وهذه هي الحقيقة لذلك يقول لا يمكن لأي دولة في العالم إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشي يعني هو الذي يضع الشروط في كيف تتعامل الدول مع العراق إذن هو يقول بصريح العبارة نحن لسنا مؤسسة صغيرة تابعة للحكومة لكن الحكومة مؤسسة صغيرة تابعة أنه الدولة هي مؤسسة أو لا أعرف ماذا يسميها شركة تابعة لهم هذا واحد يقول أن الكثيرين في كل العالم وهذا واقع الحال أن هذه الميليشيات التي تستعرض والتي تهين الحكومة وتهين سلطتها وتهين كل شيء وتتصرف كما يحلو لها في موارد العراق وفي أمنه وفي خيراته وفي شعبه تحتقل وتقتل وتحاكم وتخرج من السجون وتأمر القضاء وهكذا هي التي تدوس على هيبة العراق بأحذيتها فيرد على ذلك ويقول أن هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير يقصد الحشد الشعبي وأن الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة كيف هذا؟ يعني عليه أن يوضح طيب ما هذه الميليشيات التي تستعرض في بغداد وفي كل المدد ما هذه الميليشيات التي تعتقل ولديها سجون وتقتل وتسيطر على مناطق وتتحكم وتصرح تصريحات وتهين رئيس الوزراء اللي هو القادة العام قوات المسلحة وتدوس صورة بأحذيتها وتضرب صواريخ على السفارات وعلى المناطق وعلى المطار وتقرر سياسة العراق وتقرر اقتصاده وكيف تتعامل وتسيطر على المعابر الحدودي وتسيطر على الاقتصاده ما هذا أيضا؟ الكلام يجب أن يكون منطقي ويجب أن يكون يعقل يجب أن يعقل له المستوى يعني محدد من العقل اللي يقبل العقل لكي يمكن التعامل معه أما هكذا كلام يرمى على عواهنه فلا يمكن التعامل معه يقول أيضا أن الحجد استطاع أن يبني تكاتفا بين طوائف الشعب المختلفة وهذا أنجاز كبير للعراق الله أكبر كيف هذا؟ الحشد هو مجموعة ميليشيات شيعية دعت لها المرجعية مثل ما قلتم وأنتم تقولون أنها ميليشيات شيعية وهي ميليشيات ولائية تابعة لإيران هكذا تتحدثون أنتم أما بعض منهم أرباب الحكومة أرباب العملية السياسية يقول لكم نحن في الحشد هم جزء من هذه التركيبة يقول أنا سني أنا كردي أنا ما عرف منه تركوماني هذه كذبة كبيرة أنتم تقيسون على المجموع العام لا تقيسون على تجارب فردية وأجزاء من هنا وهناك لكي تجملوا المنظر مثل الأحزاب هذه اللي موجودة بالعراق يعني تقول له أنت طائفي يقول له نحن لسنا طائفي لدينا سنة ولدينا أكراد عندما تعد العدد تجد أن أثنين من السنة والتلافهم من الأكراد وواحد ما ذي تحكماني و 97 واحد أشيائي بالتالي أنتم والقضية أنتم من البداية تفقتم على الطائفية تفقتم على التقسيمات هذه المحاصصات الطائفية لم تتفقوا على عراقية العراق لم تتفقوا على أن الإنسان هو الأساس أن الكفاءة هي الأساس لا إعلاء لك بمذهبه وبدينه وبانتمائه العرقي أنت تتعامل مع الناس كعراقيين الأساس أنت تتعامل مع أهلك كعراقيين وليس كمذاهب وليس كقوميات وهو التالي لا توجد هذه المحاصصة من له الكفاءة هو الذي يأخذ المكان من أكثر مطنيا من أكثر إخلاصا هو الذي يتبوأ مكانته هو الذي نحتاجه هكذا هي الدول تبنى وليس على أساس المحاصصات وعلى أساس الأحزاب وقدراتها وقربها وبعدها وما لديها من ميليشيات وما لديها من قوة وما لديها من قدرة في السلاح ومن يدعمها من الخارج يقول يجب الحفاظ على الحشد وحمايته فهو يضم كافة مكونات الشعب العراقي الله أكبر طيب والجيش ماذا يضم والشرطة ماذا تضم إذا كنتم يعني لم تبنوا الجيش بناء طائفيا وهذا واقع الحال ولم تبنوا الشرطة بناء طائفيا مثل ما فعلتم فأن الجيش والشرطة هي الأولى أن تكون هي الممثلة لكل فئات الشعب وكان الجيش وكان الشرطة ما لا علاقة نظام سابق قبل 2003 يمثل كل ابناء الشعب في الحرب العراقية الإيرانية وبغض النظر على رأيكم في الحرب العراقية الإيرانية من دافع عن العراق سنة وشيعة وعربا وكردا وتركمانا وكل الأقل كل الناس دافعت عن الحراق لأنه كانوا وحدة واحدة هذه الحقيقة لا توجد أقلية وأكثرية ونتيجة هذا الشيعي وهذا سني وهذا اللي قدموا التضحيات غالبيتهم من السنة والشيعة والكراد والعراق دافعوا للعراق كعراقيين لم يفكروا بهذه القضية فهذه هي كذبة كبيرة يعني نبقي على الميليشيات لأنها تمثل يعني مكونات الشعب العراقي ما هي مكونات الشعب العراقي قد تكون فصيل مسيحي ميليشيا مسيحية في نينوى واحد تابع للحشد يأخذ فلوس ويأخذ أتاوات من الناس ويقتلوا يذبح هذا يعني المكونات أتكم كم واحد معرف وين بالرمادي مدل وين يساندوكم يعني هذه المكونات الشعب العراقي كل هذا هذه الكذبة الكبيرة أنتم منعتم أن يكون الجيش يعني الخدمة الزامية لكل العراقيين لكي تكون طائفية ويكون انتقاء وبالتالي وهكذا بالنسبة للشرطة والقوى الأمنية صباطع الجهاز الأمنية لكم وبالتالي ما هي حاجة العراق إلى مثل هذه الميليشيات التي تعبث بأمن العراق وبالتالي كل هذه المبررات التي قدمها رئيس هيئة ما يسمى الحجد الشعبي فألح الفياض لا تعني شيء مجرد هواء في شبك بالعكس زادت الهوة زادت اليقين عند الشعب أن هذا الحجد يجب أن ينهى وزادت القناعة دوليا وأقليميا أن هذه الميليشيات هي أساس خراب العراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة